موسيقى السلام عليكم اتمنى تكونوا في احسن احوال يا رب مرحبا بكم معي في وصفة جديدة على قناة صفاء دانيس وصفتنا اليوم ستكون بالشيف لور او للقرنبيت وصفة جديدة بدون لحوم وطريقتها سهلة جدا سريعة تحضر كانتمنى انكم تجربوها فبعد المرات يكون عندنا هكذا الشيف لور ما كان عرفوا شنو نحضروا به فهذا الوصفة جديدة بزاف كانتعجب الصغر والكبر سبق لي احضرتها معكم في الانستغرام وعجبات بزاف تعال ابنات وجربوها وقلت علاش الله ما نشاركهاش معكم هكذا في فيديو فغادي نحتاج الشيف لورا بهذا الشكل يعني الحجم ديالها كيبقى لحسب الرغبة انا هنا استعملتها كاملة قلت لكم استعملوا غير النصف ديالها يعني كيبقى لحسب عدد الافراد فاول شيء كناخد الشيف لور وغادي نحاول نقسمه فكنحاول هكذا نقسمه من تحت كنزول لي هكذا هدى الرأس دياله ومن بعد غادي نحاول نقسمها فكنحاول نقسموها الوريدات يكون الحجم ديالهم يعني شوية كبير ما نقطعوه مش صغار بزاف باش منلي طيبو يعني ما يدوبش لنا هدك الشيف لور ويبقى شاد دراسو فتقريبا بهذا الحجم كيف كتلاحظوا معايا يعني ما نقطعوه مش صغار بزاف ومن بعد ما نقسموهم بهذا الشكل كنشوفو إلا كانوا هكذا مضروبين من الداخل إلا كانت مزيانة فكنوضعها هكذا في واحد الإناء اللي وضعت فيه الماء وغادي نكمل بنفس طريقة حتى غادي نوضع هاد شيف لور كامل في هاد الإناء اللي فيه الماء ومن بعد فكنغسلوه مزيان يعني كنغسلوه وكنعود نغسلوه لا يكون فيه هكذا التراب من داخل أو لشيحة شعرات ضروري ما نغسلوه مزيان فإلا كنتو كتزروا القناة لأول مرة أكيد كنرحب بكم كاملين ومس بخلوش علي بالاشتراك وتفعلو زل جرس باش يبقى ووصلكم جديد الوصفات فبزافت البناس كيقولوا لي احنا مشتركين في القناة ولكن ما كيوصلوناش للفيديو هاد جداد فما عليكم غير تفعلو زل جرس وإلا كنتو ديجا نفعلينو فما عليكم غير تحيدو الجرس وتعودوا تفعلوه هكذا غدي وصلكم جديد الوصفات فهنا غدي نغسل هاد شيف لور مزيان ومن بعد ما كنغسلوه مزيان فهنا غدي نوضعوه في واحد في واحد تنجرة أو لا كأسرول كبير يعني على حسب على حسب الحجم ديال شيف لور اللي عندكم وكيف لحتو معايا فضروري ما كتخليو الشيف لور هكذا قطع كبيرة هنا فأنا غدي نسلق الشيف لور أما البنات اللي بغاوا يبخروه فيكون أحسن يعني إلا بغيتو تبخروه يكون أحسن إلا بغيتو تسلقوه فهدي التاريقة كنوضع فيه الماء كنوضع قطع ديال الحامض أوراق ديال سيدنا موسى يمكن لكم تضيفو أفص ديالتوم يمكن لكم تضيفو أيضا قطع ديال الخبز باش كتزوليكم الغازات اللي في الشيف لور فهنا غدي نوضعوه كيتسلق وما كان خليش كيتسلق وقت طويل فخاصو يبقى شاد دراسو يعني ما تخليش حتى هاد شيف لور كيولي هاري أو لا يعني ما كيبقاش قاب دراسو ضروري ما كان خليش شاد دراسو ونا غدي نحضر معكم السلصة اللي غدي نحتاج لها تشيف لور غدي ناخد إينا وضعت فيه القليل من الملح إبزار ملعقة صغيرة كامون هنا وضعت ملعقتان صغار تحميرة أو فلفل أحمر وكيبقى لحسب الكيمية ديالشيف لور اللي استعملته ملعقة صغيرة خرقوم أو لكوركوم غدي نضيف ملعقة صغيرة من فلفل حار أو للسودانية اللي ما كيبغيش الحار فيمكن له ما يضيفهاش غدي نضيف القليل من توم بودرة ولما عندكم شمك لكم تحكوا فص أو لفصين من توم السلصة الحارة أو الهريسة اللي ما كيبغيش الحار فما يضيفش الحار أنا كنستعمل الحار يعني بكثرة هنا غدي نستعمل سلصة تماتم اللي عندي جاهزة إلما عندكم شمك لكم تاخدوا ملعقة كبيرة ديال مركز تماتم تخفوه بالقليل من الماء فغدي نوضع بهذا الشكل سلصة تماتم يعني تقريبا واحد لكمية قليلة يعني مشي بزاف هنا غدي نوضع هكذا بعض القطارات من عصير الحامض وغدي نزول البودور اللي طاحوا لي غدي نضيف القليل من زيت الزيتون تقريبا ملعقتان كبيرتان غدي نضيف القليل من القزبر والمعدنوس اللي مقطع غدي نخلط هاد مكونات مزيان مع بعض وغدي نخففهم بالقليل من الماء فما كتضيفوش الماء بزاف يعني غير كتخفوه هاد السلصة ما كتبقاش تقيلة تقريبا كأس صغير من الماء وكيبقى لحسب كيميات الشيف لور اللي استعملتوا يعني انا هاد الكيميات اللي اعطيتكم بالنسبة الشيف لورة كاملة فهنا مباشرة خديت هكذا ايناء ديال الفرن او لا هكذا مول ديال الفرن وكان اخد هاد القطع ديال الشيف لور فمن بعد ما صلقتهم يعني صفيتهم وخليتهم كيبردوا هكذا شوية باش كيقمتوا رأسهم وكيف لاحطوا معايا فالشيف لور هكذا كيكون شاد رأسهم ما كنخليوش كيتسلق بزاف فكان اخدوا بهذا الشكل وكان وضع فيه السلصة انا كنفضل يعني نوضع السلصة بهذا الطريقة الا بغيتوا توضعوا القطع ديال الشيف لور في الايناء ومن بعد يعني تفرغوا علي هديك السلصة فكيبقى على حسب الرغبة بالنسبة للبنات اللي ما عندهم سلصة تماطم جاهزة وبغوا يستمنوا يعني تماطم العادية ولا ما تيشة فقدين اعطيكم واحد طريقة يمكن لكم تاخدوا حبة كبيرة او لحبتان هكذا صغار من تماطم تحكوهم في الحكاقة الغليدة وتزولوا لهم البذور والقشرة ديالهم توضعوهم في كاسرول مع هدوك التوابل او لهديك تتبيلة اللي سعملت في الاول وتوضعوهم في كاسرول وتحكوهم هكذا شوية يعني باش هديك تماطم كتطيب لنا وفي نفس الوقت يعني كتبلي هديك السلصة عاقضة يعني وكتبقاش هديك تماطم فيها الماء ويعني كتسعملوا هديك السلصة كتخليوا هكذا شوية تبت وكتسعملوا غرحة هي كتجي لدينا إلا بغيتوا هكذا بحالي تسعملوا سلصة تماطم جاهزة عندكم او لحتى مركز ديال تماطم تخفوه بالقليل من الماء وتسعملوا فيمكن لكم فهنا من بعد ماكملت سنأخذ هد القطع الصغير اللي بقى ليا سنوضعهم هكذا في الوسط ونأخذ هالسلصة تماطم ونوضعها هكذا من فوق ضفتليها القليل فقط من الماء ونوضعها هكذا من فوق بالنسبة لسلصة تماطم ربما تضيفوش لها يعني الماء بزاف يعني باش هده الشيف لور ما كتلقش لكم الماء فالفورن بزاف والشيف لور ما تسلقوش بزاف حتى هو يعني ما كتلقش لكم الماء بزاف الملت اعملافي الى السوق يشعلوه فى اغناش لبعين بعد اعملوه فى اعملو بقى وفوضعوıp أنا وضعت مع هذوك أوراق سيدنا موسى وزينت و هكذا بالقطع دي للحامل و هناك فكرة يمكن لكم تاخذوا القليل من القزبر و المعدنوس اللي مقطع بهذا الشكل او لغير المعدنوس و كتزينوا به هكذا من فوق بالنسبة للزين اكيد انه كيبقى على حسب الرغبة يمكن لكم تقدموه غير بهذا الطريقة فأنا غدي ناخذ القليل من الجبل اللي عندي هكذا محكوك و غدي نزين به ايضا هكذا من فوق فإذا ما عندكم مش الجبن او لما بكتو يستعملوه رماشي ضروري يمكن لكم تقدموه غير هكذا كي يجي لديد هنا وضعت القليل من الجبن غدي نرجع الفرن يعني غير في هذك الفرن ساخن او بلاش عالوا عليها غير شوية من الفوق حسا كيدوم لكم هذك الجبن و من بعد كتقدموه من بعد ما خرشوا من الفرن فكيكون هذا الشكل جيال و كان قدموه مباشرة هو ساخن يمكن لكم تقدموه غير هكذا بوحدو كوجبة غداء او عشاء بدون لحوم بالنسبة اللي بنات اللي طلبوا مني وصفات بدون لحوم او لتقدموه كمرافق مع اطباق ديال الدجاج اسماك او لحتة ما شاوي فكيجي لديد بساف كيجي بالصغر والكبار طريقتوه سهلة جدا و فكرة انا نحضروا بها الشي فلور كجي لديده فالعجبكم فيديو اليوم ما تنسوا جديروا لي يا جيم سبق تعجيب الفيديو ما اصدقائكم ولكنتو كتزوروا القناة لأول مرة فكن رح حبيكم كاملين ما سبقلوش علي بالاشراك وتفعلوز الجرس و مبقى لياغين خليكم مع الصور و نقول لكم تلاقاوا فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله خليتكم الى خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة